من علامات قبول الطاعة أن نتبعها بطاعة ولذلك بعد ما بنصلي الصلاة نقوم بنصلي بعدها السنة أو نستغفر يعني أول ما بخلص الصلاة أقوم أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم منك السلام وعليك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر أقرأ آية الكرسية الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالإسلام بيعلمنا أن بعد كل طاعة أعمل طاعة تانية فمن علامات قبول الطاعات أن تبلغنا لطاعة بعدها أصوم بعد كده أعمل إيه أصوم ستة من شوال أروح أحج أذبح الهدي وأصوم ثلاث أيام في الحج وسبع أيام إذا رجعت لمسألة فقهية الصوم الزكاة يعني دايما الإنسان بعد كل طاعة يقوم بعمل طاعة أخرى فهذه من علامات قبول الطاعة